ثمن سيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان رئيس البرلمان العربي ما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2022 والذي تضمن الإشادة بملف مملكة البحرين الحقوقي وعرب رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان رئيس البرلمان العربي عن تقديره واعتزازه بتجربة مملكة البحرين في مختلف المجالات الحقوقية ونهجها الراسخ الذي أرسى دعائمه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الذي أولى للملف الحقوقي أولوية قصوى مما عزز من حضور مملكة البحرين بهذا الملف على كافة المستويات وإشار إلى نسلسلة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان تؤكد أن المملكة قدمت أنموذجا يحتذى به في احترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع فضلا عن الحفاظ على كرامة المواطن وترسيخ دعائم دولة القانون مثمنا برامج وسياسات الحكومة المقرب رئاسة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والذي عكس الرؤية الملكية على أرض الواقع للاهتمام بالملف الحقوقي اشتركوا في القناة